موسيقى موسيقى مرحبا الرحيم نواصل مع دروس صرف الموجهة لتلميذ التاسعة من تعليم الأساسي الدرس الثاني إذن هو الاسم المنقوص الاسم المنقوص هو اسم معرب ينتهي بياء ثابتة مسبوقة بكسرة مثل الساعي الداني القاضي إلى آخره هذا الاسم المنقوص إذن هو يشتق من الأفعال الناقصة المجردة والمزيدة كما يمكن أن يكون جمعا لعدد من الأسماء إعرابه في حالة الرفع والجر لا تظهر علامات الإعراب على آخر الاسم المنقوص وتحذف منه الياء فنقول جاء راع إذن هي أصلها الراعي ونقول مررت براع فهذا في حالة الرفع والجر أما في حالة النصب فإن علامة الإعراب الفتحة تظهر على آخره فنقول مثلا رأيت راعيا أو رأيت قاضيا أو ما إلى ذلك وإذن رأيت الراعية أو القاضية أو ما إلى ذلك بالنسبة للتثنية والجمع التثنية والجمع إذن كما قلنا إذن بالنسبة للتثنية هو الجمع يثنى الاسم المنقوص بفتح الياء وإثباتها إذا كانت يعني محذوفة فنقول أعلن القاضيان الحكماء وسمعت القاضيين يعلنان الحكماء يجمع جمعا مذكرا سالما بحذف الياء وضمما قبلها في حالة الرفع فنقول جاء القاضون وكسره إذن في حالتي النصب والجر رأيت القاضيين كسر ما قبلها هنا قلنا يجمع جمعا مذكرا سالما بحذف الياء وضمما قبلها وهنا يعني كسر ما كسره كسر ما قبله يعني في حالتي النصب والجر رأيت القاضيين كما نرى هنا رأيت القاضيين إذن رأيت القاضيين وعجبت بالقاضيين إذا جمع جمع تكسير فإن ياءه تقلب ألفا اجتمع القضات اجتمع القضات اجتمع القضات نمر الآن للتطبيق التطبيق إذن التطبيقات إذن هنا نبدأ التطبيقات استخرج من النص التالي الاسم المنقوس والفعل المتصل به وصف وصف أحد الصحابة الفاروق رضي الله عنه فقال كان عالما برأيته عادلا في قضيته عاريا من الكبر قبولا للعذر وهو إلى ذلك سهل الحجاب يعني ليس هناك حراس على بابه متحر للصواب غير محاب للقريب ولا جاف للبعيد إذن ننظر هنا بالنسبة للأسماء المنقوسة الموجودة في هذا النص هي يعني كما نرى إذن هنا عاريا عاريا هنا ومتحر إذن هنا للصواب وإذن محا غير محاب إذن هنا ونحن أثبتنا هنا على هذا الجدول عاريا الفعل الذي اتصل به هو عراء متحر تحر محاب حاب جاف جف إذن عاريا من الفعل العراء الفعل المتصل به إذن هو عراء وهو فعل إذن كما نرى إذن هو فعل ناقص الفعل إذن عراء وهو فعل ناقص متحر إذن هو الفعل تحر كذلك وهو فعل ناقص محاب إذن حاب وهو فعل ناقص كما نرى جاف إذن جف إذن كذلك هو فعل ناقص النسبة للتمرين الموالي سغ اسما منقوصا نكرا من الأفعال التالية إنزو إذن منزو كواكاو استو مستو دنا دان ووفا ووفا واف ووفا واف بالنسبة للتمرين الموالية كذلك دائما وأبدا في التطبيقات اجعل الأسماء المنقوصة المعرفة في الأمثلة التالية طبعا نكرا وغير ما يجب تغييره إن الساعي إلى الخير كفاعله سنجعلها نكرا ونقول إن ساعيا إلى الخير كفاعله إن ساعيا إلى الخير كفاعله نلاحظ إذن أن الساعي بعد أن كان إذن لا يظهر في آخرها علامة الإعراضي أصبحت ساعيا وهي إذن اسم ناسخ حرفي وهو إن ساعيا بعدما كانت الساعي إن ساعيا حكم القاضي بالعدل حكم قاضي قاضي إذن كما نرى إذن قاضي حكم قاضي هنا تصبح بهذه الطريقة قاضي لا تظهر إذن علامة الفاعل علامة يعني الرفع هنا لا تظهر لكن هنا تصبح إذن ساعيا لأنها يعني كما قلنا اسم ناسخ حرفي وجدت الراضي بقضاء الله قارير العين وجدته إذن راضيا مفعول به منصوب علامة الناس بظهر ثم كان حكم القاضي عادلا كان حكم قاضي إذن هنا إذن كما نرى يعني مجرورة لا تظهر علامة إذن هنا المفروض إذن كان حكم قاضي فهنا إذن كما نرى يعني وقع حذفها ثم التمرين الرابع والأخير وهو ثني الأسماء المنقوصة فيما يلي ثم إجمحها هذا محام أمين نقول إذن هذان إذن محامياني هذان إذن محامياني هذان إذن محامياني وهؤلاء إذن محامون هؤلاء محامون ثم يستجيب الله إلى الداعي في المثنة إذن ماذا نقول يستجيب الله إلى الداعيين إلى الداعيين هنا إذن تتحرك ليا كما قلنا سابقا إلى الداعيين والجمع إذن يستجيب الله إلى الدعات إذن كما نلاحظ هذا الألف فأعوض اليا الدعات كانت المرأة أخيرا إذن جملة الأخيرة كانت المرأة متناسية حقوقها إذن المثنى كانت المرأتان أو الامرأتان إذن متناسيتين إذن خبر منصوب متناسيتين والجمع كانت النسوة أو النساء متناسيتين كما رأينا في القواعد أو في الدرس هذا بالنسبة إذن للدرس الثاني إذن في الصرف أدعوكم إلى مزيد المراجعة وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا近ي شكراً للمشاهدة